أثناء الإثارة الجنسية بعد أثناء الانتصاب القضوض هذا ما تسكر بالكامل ففي دم يروح ونفس الشي في دم يرجع مرة على الجسم فيصير في ارتخاء ممكن تسرب وريدي لا علاج مثل ما بالطريقة اللي قلت عنها تسرب وريدي المتشعب هذا ما لا علاج تسرب وريدي سبب السكر وسبب الضغط وكبر السن ما لا علاج لكن تسرب وريدي الناتج عن حواذف طرق مثلا واحد عنده كسر بالحوض أو واحد عمره ما صار عنده تصاب طبيعي بسبب خريب في واحد من الوردة ممكن لا علاج وطريقة مثل ما شفنا مساعة بالكادر نعم أننا نخرم بواحد من الشرايين الرئيسية بالجسم نعم ونمدد قصطارة داخلية نعم لغاية الشرايان هذا اللي نسرب الوريد نعم ونفرز فيه مادة بحيث نتسكر نعم طبعا لازم نسوي أشعة قبل نعم تبين مكان الخرير وعين أشعة بعد العلاج عشان تبين ان الخرير هذا راح كم حالة سويتوا لحن نكو تقريبا ستة سبع نذكر كذلك ليس لمرضة السكر أو كبار السن بالضبط إنما يكون متجعب ولا يكون من الصوبة يكون محدد ومعروف مكانه وإن شاء الله نتائج يكون جيدة ما شاء الله الطب قاعد يتقدم وحاليا قمنا نستخدم حتى الروبرت في علاج في إجراء وايد من عمليات فتشرح لنا العملية اللي قاعد يشوفها هذا طبعا الروبوتك اللي الروبوت اللي يستعملون في استئصال البروستاتا استئصال الكيلات استئصال الحصوات تركيب يعني في استئصاله في عمليات تركيبية نذكر ليس تكتور روبوت شنو الفائدة يعني الروبوت طبعا واحد لما يدخل في عصاتين داخل الجسم ما يقدر يتحكم بس الروبوت في زاوية أكثر زاوية ممكن لأن تثني وهذا ما ما الروبوت يطح معاكس المنظر العادي يعطيك من ثلاث الأبعاد أحسن من العملية العادية والدقة وفي ماجنفيكيشن يعني الصورة تكون تقريبا ثلاثة أو أربع عص والديكستر يعني المفاصل بتاعته زي الإيد أو أحسن يمكن كمان بدل في المنظر العادي بتاع البطن العادي اتقاه واحد نعم نعم طبعا يعني لا أنا عندي سؤال دائما عندي سؤال نفضل في آخر سؤال حق لآخر سؤال بعد خمس سنين قولها لش ما سوي تحليل بولي طلع عندها التهاب عقب ماشين ما صار عندها فشل كالوي زين فالالتهابات إذا كانت بالأطفال ويابع حرارة زين وتحوشي الكلة تسبب بس إذا صارت بالكبار يعني بالبالغين لا ما سبب الفشل كالوي إلا إذا كانت بالكلة نفسها ونزلت في الناحيتين بالناحيتين ونحصوا المسأع رواها الدكتور طارق اللي المتشعب اللي بسببها الالتهابات أممكن لكن السئلة العامة مثل الجمهور مساء سألوا بروستات ما بروستات التهابات لا ما سبب التهابات دكتور عادل إحنيان وبروفيسور عادل إحنيان واستشاري دكتور محمد عبداللطيف يعني استمتعنا معاكم في هذه الحلقة يمكن ما غطينا كل شيء حتى ما تكلمنا عن أمراض الكلو وأمراض ثانية كثيرة تهم في المسالك البولية عشان تذيئة أكيد رح تكون لنا حلقة ثانية وندعوكم معنا لكن احنا شكرين جدا تواجدكم معنا في هذا الحق للأسف ادركنا الوقت وقربنا من نهاية الحلقة وشكرين وجودكم معنا شكرا عزيزي المشاهدين طبعا جربنا إلى نهاية الحلقة وكالعادة يعني لازم يكون عندنا ملخص للحلقة فراح أحاول بسرعة أقول ملخص حلقتنا اليوم أن المغص الكلوي قد يدل على إصابتك بالحصى فلا تتأخر في التشخيص والعلاج وهناك تطورت طرق عديدة العلاج الحصى بحيث أصبحت أكثر تخصصا وأمانا مثل ما شفنا مع ضيوفنا وكذلك الخضوع لفحص البرستاتة الدوري بعد بلوغ سن الخمسين ضروري رقم أربعة يمكن علاج تضخم ببرستاتة فمجرد تسكت وتتعايش مع هذه الأعراض لا تهم العلاج للتهابات البولية حتى لا تسبب مشاكل البرستاتة المزمنة دكتورة خلود حابة ضيفين شيء يجب الله والله أنا في دراسة وأنا كنت قاعدة أطلع المعلومات عن هذه الحلقة التي فتت انتباهي لأن القرع وائد ناس تحبه لا أحب أنا والله أشوف القرع يطرد أن السوائل من الجسم ويعاش تضخم ببرستاتة والعجز الجنسي ويحتوي على الستيرويدز دهون ومواد بروتينية وأحماض أمينية وفيتامينات وايد وأحماض فهلا هلا الحين برد والناس كلها بالشالة أو بالبر يبقوا لكم حبوب قرع وكلا وبدال العقاقير اللي قاعدت أنه نزعها هني عزيز المشاهدين طبعا الإيميل موجود جدامكم في أسفل الشاشة أرسلوا إيميلاتكم نبي نشكرهم على أوات تواصلهم وايد حلويا معاك أنت دكتور أنا رح لتتواصل معاك تواصلكم مع دكتورة خلود والأسبوع الياي طبعا موجود للتويتر كذلك أسبوع الياي تحجزون كرسي عندنا في البرنامج تواصلون مع دكتورة خلود عشان الهدايا والاستشارات المجانية أسبوع القادم معنا حلقة جدا مهمة عن ألام المفاصل والعظام باستضافة الدكتور علم تشيمي استشاري العظام والمفاصل ورئيس وحدة العظام في مستشفى الرازي سابقا وكذلك معنا دكتور أحنفنر أرنقوت رئيس وحدة العظام في مستشفى دار الشفاء فحلقة جدا مهمة كين رح تتابعونا الأسبوع القادم وأبقى لأقول لكم أسبوعنا على خير والدكتورة خلود أسبوعنا على خير أسبوعنا على خير أسبوعنا على خير ترجمة نانسي قنقر